اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركانك كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء وكل خطيات أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضعين متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرة ولا لقبائح ساترة ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت ظلمت نفسي ظلمت وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك ليه ومن نكى عليه اللهم مولايه كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته الله عظم بلائه وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها الله ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك من لي غيرك من لي من لي أسأله كشف ظري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهواه وأسعدك على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني مفرا منكسرا يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلديه ودقة عظميه يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف بالركب يا الهي وسيدي وربي اتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهجبي لساني من ذكريك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات انت اكرم من ان تضيع من ربيتك او تبعد من ادنيتك او تشرد من اويتك او تسلم الى البلاء من كفيته ورحمتك وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي اتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى السنين نطقت بتوحيدك صادق وبالشكرك مادح وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محقق وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت الى اوطان تعبدك طائعا واشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا اخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وانت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على اهلها على ان ذلك بلاء ومكروء قليل مكثوء يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الاخرة وجليل وقوع المكار فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن اهله لانه لا يكون الا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والارض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا علاهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور اليك اشكو ولما منها ولما منها اضجوه وابكي لأليم العذاب وشدتي امل طول البلاء ومدتي فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لأن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبك أن عليك بكاء الفقدين ولأنادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد المسلم سجن فيها بمخالفة وباق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريوته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا رب وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت بي الموحدين من بركة وأحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاق معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأنت خلد فيها المعاندين وأنت جلثناءك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستمون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنتهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرمين أجرمت وكل ذنبين وكل قبيحين وكل جهلين كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خيرين أنزلته أو إحسانين فضلته أو برين نشرته أو رزقين بصدته أو ذنبين تغفروا أو خطئين تستروا يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا علي من بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا يا ربي يا ربي قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرح إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو ملكا أدنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكيده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة أمك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك واجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومنا لي بحسن إجابتك وقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجاب فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره انشفاء وطاعته غنى إرحم الرأس ماله الرجاء وسلاح البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنت أهلوه وصل الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا